ومعنا مباشرة من عمان الخبير في الشؤون الإيرانية دكتور نبيل أعطوب دكتور نبيل في الساعات الأخيرة تراجعت كل هذه الحضور بشأن التوصل إلى اتفاق في فيينا في أي سياق يأتي هذا الموقف لخامنائي هو لا يربط مستقبل بلاده أي من عكاسات العقوبات بالتوقيع على اتفاق فوري نساء الخير روبير يعني في واقع الأمر الإيرانيين يعولون كثيرا عن الاتفاق النووي يعني المرشد خامنائي هو يريد توجيه رسالة إلى الداخل الإيراني يريد تهدئة الشارع الغاضب نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على الإيرانيين وحتى في ظل توقع الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية الإيرانية في حال استمرار هذه العقوبات سوف ينفجر الشارع الإيراني سوف يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات داخل الشارع الإيراني في واقع الأمر يعني هناك كما ورد في التقرير قبل قدير روبير هناك اضطراف في التصريحات الإيرانية ما بين تصريحات المرشد الذي يتحدث ويقول بأن هذه المفاوضة تسير على ما يرام بموازات ذلك هناك تصريحات من وزارة الخارجية تقول أن هذا الاتفاق في حال موت سريري لكن في نهاية المطاف هناك شيء تم التوافق عليه ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ومن بين الجانب الإيراني وحسب وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن التوافق حول ما يعرف برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني وتقديم شيء من الضمانات إلى الجانب الإيراني لكن بموازات ذلك يقول الإيرانيون أن واشنطن قد تنصلت من هذا الاتفاق لتم إبرامو وعادت الولايات المتحدة الأمريكية وتحدثت عن التفريق بين الجانب السياسي أو القيادة السياسية للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وباعتبار أن فيلق القدس هو تنظيم إرهابي وهذا يعتبر في نظر الإيرانيين شيء الشرطان الإيرانيين هل يفرضان دكتور نبيل هذا ربما التراجع أو هذا السقوط ربما وكنا نتحدث عن أيام قبل أسبوعين للتوقيع يعني الإيرانيون يتحدث ربير ويقولوا أن التراجع تم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني بشقه بفيلق القدس لما يسمى بقائمة الإرهاب ورفع ما يسمى بالباسدران أو الحرس الثوري بتسميته السياسي وبقيانه السياسي عن قائمة العقوبات وما لا تريد إيران الأمر الثاني أن العقوبات ما هي العقوبات التي سوف يتم رفعها عن الجانب الإيراني لأن تم قلال اليومين الماضيين تم رفع رسالة من جانب مجلس الشورى الإيراني يطالب الوفد المفاوض الإيراني برفع كل العقوبات المفروضة على إيران وزير الخارجية تحدث عن إشارات دكتور نبيل يأتي هذا الموقف ليخا مينئي ربطا أيضا مع الضغطات في كل مرة يتجه الإعلام الإيراني وربما مسؤولين في الخارجية لهذه المواقف الحاسمة وهي مزيد من الضغط تمنى المفاوض الأمريكي لا يقدم بعد الآن أي تنازلات أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي محرجة داخلية هي لن تستطيع تقديم كثير من التنازلات إلى الجانب الإيراني سوف يتم رفع العقوبات ربما ألف من هذه العقوبات من مجموعة 1636 من العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني تقديم ضمنات من المستحيل أن يتم تقديم ضمنات بعدم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أي اتفاق مستقبلي لأن حتى هناك إشكالية حقيقية أمام إدارة بايدن هل إدارة بايدن سوف تقوم بإبرام اتفاق جديد مع الجانب الإيراني سوف يقتضي الذهاب إلى الكونغرس مرة أخرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإقرار هذا الاتفاق أم سوف يتم استئناف الاتفاق والعودة إلى الاتفاق الذي تم إبرامه في العام 2015 وهي الصيغة التي سوف توفر التهدئة بالنسبة للوضع دعيني أسميه العلاقة ما بين الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية في واقع الأمر أنا أعتقد أن الإيرانيون كما يتحدثوا في إعلامهم أنهم غير المعنيين بالتوصل بشكل سريع إلى هذا الاتفاق لأنهم الآن يصدروا النفط الإيراني بأرياحية مستغلين للأزمة الأوكرانية هناك تخصيب الإيرانيوم إيران روبير زادت كميات تخصيب الإيرانيوم إلى أكثر من 14 ضعف من الكميات المسموح بها هي لازالت تمضي في سلسلة الإجراءات التصعيدية حتى فيما يتعلق بنصب أجهزة طرد مركزية جديدة وبتالي هي تستفيد من عامل الوقت لكن في نهاية المطاف أعتقد أن الأمور لن تسير بهذا الاتجاه خصوصا أن هناك عوامل عديدة سوف تضغط باتجاه جعل الولايات المتحدة الأمريكية تبرم اتفاق نووي مع إيران خاصة ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وتداعيات ذلك على سوق الطاقة العالمية هذا من ناحية من ناحية أخرى ربما محاولة إيجاد سياسة فصل المسارات ما بين روسيا من ناحية وإيران من ناحية أخرى في ظل التوتر غير المعلن ما بين الطرفين كان هناك وسائل إعلام محسوبة على استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مقدمة صحيفة جيفان تحدثت على أن روسيا والرئيس بوتين قد وضع لغم تحت طاولة هذه المفاوضات لاستغلال الاتفاق النووي للمصالح الروسية والصين أيضا تريد أذن ضمنات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بحصولها أيضا على امتيازات من أي اتفاق مستقبلي وبتالي يقولون أن روسيا والصين تتاجر بالملف النووي الإيراني على حساب المصالح الإيرانية وإذا كنت تذكر روبير قبل أقل من أسبوعين كان هناك مقال لافت لصحيفة كيهان المحسوبة على مكتب المرشد طالبت حتى بضرورة فتح حوار مباشر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لتفويت الفرصة على موسكو وعلى بكين لاستغلال أي اتفاق مستقبلي ما بين الطرفين خدمة لمصالحتين الدولتين على حساب المصالح الإيرانية ربما هذا أيضا ما رد عليه ميخايل أوليانوف بي قال إن موسكو لا تتحمل كامل مسؤولية ربما هذا التأخير ما أكدته الخارجية أيضا الإيرانية بأنها ذهب إلى الاتفاق ننتظر مواقف الأيام المقبلة الخبير المعروف في الشؤون الإيرانية دكتور نبيل لاتومكو تبعنا مباشرة من سيديوهاتنا في العاصمة الأردنية عمان